السلام عليكم ورحمة الله فيه أخ رسلني على طريق الإيميل وتفاعل مع الفيديو اللي درته حول إسعد الربرب اللي طرد 190 عامل لأنهم حبوا يديروا سينديكا ومنع يعني إنشاء نقابة داخل مؤسسة دياله بالرغم منه فيها يعني 18.000 عامل ولكن السنديكا سينديكا يعني الدفاع على حقوق العمال السيدته يقول لي بلي راه مش غير ربرب لأنه هاي المرفين نتاشتها النظام وكلهما هم مش ديرين سينديكا وصح فينا لا علي حداد عنده سينديكا ولا تحكوض كان عنده سينديكا ولا عرباوي عنده سينديكا ولا معزوز والما المهم لم يكن ينف الماهما كان عنده سينديكا وميديروا سينديكا لأنه سينديكا وотриني يعني يعني الدفاع لحقوق العمال هذا المرفهين هذو اللي داروا دراهم ما يلزمش الناس دافع لروحها دافع لحقوقها حقك كانان مدهولك انا نعرف شنو حقك تم تعرش حقك يعني هما في صورة نظام النظام يقول لك انتا ما عندكش الحق تناقش ما عندكش الحق تفكر ما عندكش الحق تعبر انا نفك في بلاستيك وانا نعرفش خرج عليك هاك ذاك هما وهذا هو الاسلوب بتاع هاد النظام وتاع العمال هاد المرفهين اللي داروا شركات وكذا انتا ما تفكرش ما تخممش من جهة اخرى من جهة قلنا هاد اللي زوليغارك هاد المرفهين ما هاد اللي نفوريش اللي عندهم استقاليد تاع ناس اللي وصلوا بدراحهم كونوا ثروة ثرواتهم كامل جات من هذا النظام شوفوا مثلا رافيق خالفة خالفة الثروة تعود دارها في ظرف واجيز راحت في ظرف واجيز كما تندات كما راتوا ساب روحوا في العبس علي حدات كيف كيف طاف تم تم بين عاشية موضو حاسي بروحوا لا قدعها على السيمان كونينف بالرغم انو عندهم ايو بارتي تاح مكبابا ومحايل دارها في شويسرا وكذا ولكن اللي دارها في ظرف كامل فضربوا تفريقا بح راح كلش كامل هادو تحس مو رب راب كان قادر يسيب روحوا بين عاشية وضحابح لذيك دكناه يسامل النظام ما يحوش يوص روحوا المشاكل قال خلولي ترانكيل برك واش بغيتون نديرو غدوا يقولوا مولي حملة الانتخابية تعرتبوني يقولوا بيشير اني هنا وشنا هذا اللي المهم من جيه يقولنا هالمر فيما يحبساني كافة المؤسسات ديالهم ومن جيه اخرى العمال ما يخموش يديرو نقابة باش يدافوا على الروح ملينو شو النقابة ليو جيتيها ليو جيتيها معدى حتى مزدقية ليو جيتيها معدى حتى مزدقية خاصة لما زادوا جاب وحطوا هذا عبد المجيد سيد الساعد على رأسها اللي هو ما يحطى مؤتمر عندك مؤتمر لوالو ونفس الجماعات يحطوا ليبغي نحيل يبغي والناس معين من طرف جهاز المخابرات قرابيتهم وأخرى يتعينهم من طرف البوليسية ومن طرف الجدارمية ومن طرف الجدارمية ويحطوا تحديدهم هذا ما يحدث الناس لا تعمل في السنديقات وكانوا بكري يحطوا تحديد ويحطوا تحديد ويشري التنبر في الكارتة ويحطوا تقسير السنديقات النقابة منين بدأت تقسيرها النقابة بدأوا يكسروا فيها مع ظهور وصول الشادلي للحكم تم هذا في المؤتمر بتاع بيوجيتيا في عام ثمانين إلى واحد ثمانين هذا يعني عام عام ثمانين بعد وصول الشادلي الذي بدأوا يكسر وانا حضرت المؤتمر هذا قمت غطيت المؤتمر وشفت كيف يروح المصطفى بودينة يقولوا رضي غير ما ترسعش لكن كل ما تجوز هذا مخدومة كانت واحدة يقولها من نوبية نصطيف سينديكاليس ترسعش قالها غير ما تجوزش قالت لهم ديت مرة نحط فيه دين الرجال قالت لهم نترسح وترسحت وقالها ركت غير صوتك ودات غير صوتها رجال قالت لهم وبدأوا لهم يكسروا في السينديكال لأن السينديكال في وقت بالنيقوس ما يرحموا كان واقف على رجليه ثم ندبيه كان واقف على رجليهم بعد بدأوا يرضخوا فيه ثم ندبيه في المؤتمر مهمة المؤتمر كانوا ديروا سلسلة مع مؤتمرات على كل منظمات الجمايرية هل يجدتها هل يجدتها هل يجدتها تحت شبيبات تحت الفلاحين تحت العمل ديروا المؤتمر وتبقى عليهم المادة مية وعشرين مادة مية وعشرين هذه ما تقول لا يتولى المسؤولية إلا مناظرين تعجبات التحرير كالحزب الوحيد كالحزب الوحيد لذلك يقول لأمين عام للحزب يرزمك أمين عام للأتحاد العمال تكون منخرط في الحزب وهذا في الانجياء جلولي وجبوا برزام وبدأوا ينقيوا ونحيوا وجبوا غيرتها وبدأت هذه منظمات تذهب تضعف وتفشل على ما كان والو في والو وهذا تكسرت النقابة اللي في دول الأخرين نقابة ده وزنت مثل العمال تعرفوا كديروا والقراث العمال تعرفوا كديروا تونس سواء في وقت حبيب عشر أو بعده عنده الوزنتح المركزية النقابية يوجي تي 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 يعني خاصة الوجوه اللي نشأت النقابات في دول المغرب الكبير وجوه كبير الجزيرة عيسى تيدير هو اللي أسس نقابة جزائرية الاتحاد الوطني العمال الجزائريين باش يفصلهم على النقابة بتاع البيانوار في تونس فرحة حشاد هو اللي أسس الاتحاد العام العمال تونسي اليو جي تي تي نحن نسأل كيفالان اليو جي تي 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 وجوه كبيرة اسمها كبيرة في تونس بقى محترمين اليو جي تي تي وبقى عندها وزنة وعندها كلمتها وعندها كده سبب في وقت بورقيبة وفي وقت بين علي بورقيبة كل حبيب عشر ينافس بورقيبة كريمة بورقيبة بخلاف حبيب عشر في وقت بن علي نفس الشي اليو جي تي 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 كان عندها وزنها الآن مع الانفتاح الديمقراطي عندها جزائر والورية يتوصى في الحزب الواحد بدأت قلنا من ثمانيين بهذا القانون المادة مئة وعشرين اللي تقول لك لا يتولى المسؤولية إلا مناضي الحزب بالتحرير الوطني وبدأوا يفضوا في الغاشي قال هذك باكسيس هذك 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 وجماعة الامن هما يعينوا شكون جئا من عام ويروح يفوضوا معهم كاريمو كاريمو احتلع ويضع هذك ويضع هذك ونحي هذك مهلقة دونك سينديكا في عهد بودفريقة اخذت ضربة القاضية مع المجيد السعي ومن قبل منه كان بن حمودة بن حمودة كانوا مستغلوا النظام كان يضارب كل واحد يحب يدهليه النهار اللي بتشين حب يدهل الاراندين والفكرة على الاراندين فما تشين نحن بطيق ونحن بطيق وعاد المستشار تعال سروالوكامل شاب اللي لفلان مسيطرين علي هالاخرين حبي يدهل الاراندين وجاب بن حمودة وهذه هي التي تثبت في اغتيال بن حمودة لأنه الجنيحة يصاروا في بعضهم لم يكن يقتلون لك شابتشين ويقتل لك كتوفيق لا 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 يقتلوا بن حمودة اللي كانوا هو لها ومن بعد جابوا بن بعيبش وبن بعيبش بيومين راه راهو مع الوالات التبون ما كانوا الوال وراو مع التبون اللي اللي يجي يقولوا لنا معك هذو كلهم هذي على فونة دو بورتونيس ومن بعد بن بعيبش بسكنوا جابوا بيتين طباشين راحوا توفيق جابوا يحيا ومن بعد شوفوا كيف اس بلاده ما كان لاحزة العمال بوصغرية ريان ديوتوسي بروسان حراك خرج عليهم وكمل على دخول الحراك هذا ممكن حتى حزب اللي قد يجي تحكم فيه والحزب لازمت تعاود من داره وشديد لازمت تعاود من داره وشديد كانش هذا في كلابنا عن النقابة إذن النقابة كيف هاتف كل المنظمات الجماهيرية فقدت مصداقيتها والنظام هو اللي يفرغها من محتوىها وحتى النقابات الحرة المستقلة اللي تحدي 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 بصد النظام هذا وصحفي يجب وهم هم نظمين هم هم جالين لقبة في عدةهم مكانش كان لقبة الوطنية الصحفية سنجي مسكين امرني واحده يضرب بقدام النمين كيدي الكوميونيكي مش حال يبقى واحد ماكحته ليجي جمع معاه ماكحته واحد 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 مخلص يابات سيندكات يابات سيندكات جورناليست ايضا سيندكات جورناليست صحبي رونال يوقف لك انشان يوقف لك انشان ماذا هدرا اتمنى البلدنا غير الخير من شاء الله تفرض على بلدنا من شاء الله من شاء الله من بلدنا خير من البلدان مش يتبقى عرط البلدان كما راح يضرب ولماذا يردوها عرط البلدان لانه عرط الرجال المتراجب فيهم عرط الناس هم اللي يحكموا فيها وخير دليل على انهم عرط الناس رموا صحابهم في الحباس وبقوا هم حتمين خداعين في بعضهم ماهي هذا واحد خداع واذا يأتيك منه كما يخدع صاحبه يخدع البلاد يخدع الشاب يخدع الناس كانوا يأكلهم عبعدهم كما يضرب السلام عليكم ورحمة الله موسيقى موسيقى